يا ترى ايه سير الرقم تسعة في الرياضيات من المعروف ان الدايرة زاويتها تلتمية وستين درجة لو جمعنا الارقام دي تلاتة وستة وزيرو يدينا تسعة لو قسمنا الدايرة النصين هتبقى الزاوية مية وتمانين درجة ولو جمعنا ارقامها واحد زاية تمانية زاية زيرو يدينا تسعة ولو قسمناها اربعة اربعة هتبقى تسعين درجة تسعة وزيرو يدينا تسعة ولو قسمناها كمان هتبقى خمسة واربعين درجة 5 و 4 9 ولو قسمناها كمان مرة هتبقى 22 درجة و نص 22 و 25 يدينا 9 ولو قسمناها كمان هتبقى 11 و ربع 1 زائد 1 زائد 2 زائد 5 يدينا 9 ولو قسمناها كمان هتدينا 5.625 لو جمعنا الارقام دي برضو هتدينا 9 ولو فضلنا نقسم الدايرة دي برضو كل الارقام مجموعة هتدينا 9 وبعيدا عن الدايرة حتى الاشكال الهندسية التانية يعني مثلا مجموع زوايا المثلث 180 درجة 81 و 0 يدينا 9 الزاويا في المربع 90 درجة ف 4 أضلاع يدينا 360 tlats et 60 مجموع زوايا الشكل الخماسي 540 549 والشكل السوداسي مجموع زوايا 720 7 زائد 2 زائد 0 يدينا 9 أما الشكل الثماني فمجموع زوايا 1080 1 زائد 0 زائد 8 0 يدينا 9 ولو الشكل من 9 أضلاع هيبقى مجموع زوايا 1260 1 زائد 2 زائد 6 زائد 0 برضو 9 ولو كملنا كمان هنلاقي ان الشكل اللي من 10 اضلاع مجموع زوايا 1440 درجة 1 زائد 4 زائد 4 زائد 0 يدينا 9 لو جمعنا كل الارقام الحسابية من غير التسعة هتلاقي ان مجموحها برضو في الاخر بيدينا 9 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 زائد 7 زائد 8 هيددي لك 36 36 9 ولو جمعت اي رقم زائد 9 هتلاقي ان مجموع الارقام في الاخر هتدي لك نفس الرقم تاني يعني مثلا 9 زائد 5 يدي لك 14 45 هتلاقي نفس الرقم رجع تاني يا ترى التسعة في الرياضيات دي جات مجرد صدفة